اخوتي اخواتي واحد السلام عليكم نبدأ الفيديو كالعادة السلام على نبينا محمد اليوم اخوتي جينا نطرق المسمار والموضوع على المحامية دي الساميرا الصراحة نيضا قربالا ما بينها وبين عائلة المخصور ولا نقولوا بينها وبين يونس اليوم اخوتي جيت نشرح لكم الموضوع كامل وشنا هو المشكل اللي بين المحامية دي الساميرا ويونس اليوم اخوتي ساميرا طلبت الحقوق ديالها راكم عارفين يا رافضت رجع البيت الزوجية لان اصلا ما عندهاش ببيت الزوجية هذا كيبقى بيت الاهل الزوج ديالها اللي ما قادرش يفتح لها بيت باش تعيش فيه فهي المحامية ديالها خرجت لها النفقة مليون في الشهر يعني ديال الولد وعاد البنات وعاد هي يعني ام موحمي يعفوا قاتله خاصو يعطي النفقة لان تقريبا هدي دبع لي نتمل شهور وساميرا باش مشات من الطار ديالهم وهو سمح فيهم مك يعطيهم موالو ولكن المشكل اللي بماشي هو هذا الموضوع اللي جايب لكم موضوع ديال اليوم هو المشكل دياله مع المحامية المحامية اللي دخلت في شي مواضيع الصراحة اللي مخصاش تدخل فيهم مواضيع كين اللي خصتها تدخل فيهم وكين اللي مخصاش تدخل فيهم مثلا باش تفضح وتشوف له هذا البنك دياله وش حال فيه وش حال كيدخل وش حال كيخرج هذا مش يشغلها ولكن يونس كان خرج في حتصريحات وكيقول انا ما عنديش الفلوس ما عنديش المدخول ما عنديش الفلوس كيدخلية يعني رسمية في الحساب ديالي ولكن حامية هدرت وقالت انها شافت الوسائق ديال البنكية انه كيدخل 50 مليون الفوق 50 مليون 90 مليون دو حسابات كثيرة في البنك قالت اخوتي انها انا ما كانت تقشو ما كان هادرش حتى نشوف الوسائق ونتأكد تقشي اللي كاينا عدخسني انهادر اليها اخوتي كما شفتو وليدت ديال سامي رفش حطط في فيديو ديال السناد المقطعين والحواج مقطعين والواحد الاخوتي ما كان يحمد الله وما كان يعيش حياته شحال من واحد وكاينين كنعرفهم انا عن قرب عندهم الملايين طائلة وعيشين اخوتي بالشياطة ديال الناس كيبقوا ياخدوا الزبل ديال عائلتهم غلر ماشي حاجة كيبتها للدار دياله وهو عنده الفلوس مكركرة لماذا الواحد يدوزها اخوتي في راسه وما يشريش الحويجات الجداد لوليداتهم وما يشريش الفراش للدار ديالهم جديد وما يبرعون راسهم لماذا يبقوا ياخدوا الزبل ديال وحدين اخرين ويفرشوا بهم الدار ديالهم ويلبسوا حويج دول الولادهم الشياطة الوحدين اخرين اخوتي كيكونوا سكرامين بزاف وما عرفتش انا هاد بنادم سوف يموت ويخليها وما عرفتش راسه فوقها سوف يدوزها لانه شوف الموت راح ماشي ضروري على المريض ولا على البنادم اللي كبير في السن راح الموت حتى على الصغار وحتى على المتوسطين يعني الاعمار في يدي الله والله يدينها في الطريق الصحيح يا ربي الحقوق اللي طلبت المحامية ديال ساميرا من حقها ومن حق ولادها لان هادو كيبقى ولاده والمنسلبه وراه هم مسؤولية دياله خاصوا يعطيهم الحقوق ديالهم يعني وإلا مكان من الول ما يتزوج ما يولد إذا كان أخوتي وصخ الدنيا وخنزها سوف نقوم جميعهم ونستفدوش منه لحنا لولادنا فالواحد يديره بدك المال ومن ديره بدك الخنز لان الدنيا فانية وغيبقى كل شيء في الدنيا يعني الواحد يدين معه طوب طوب بيض ولا الحقوق كين يدينه شقاع هذا عليش الواحد يدير الخير ولي يعطي الناس المحتاجين ويعطي الولديه إلا ما كانوا محتاجين وخم محتاجين شل والدين يعطيهم رحق عليكم بحالهم بحال ولادكم ودائما الواحد يمشي بالميزان غصد دير الميزان ما بين ولادك ووالدك ودائما تكون توازن هذا الشيء اللي بغي نوصل عن الرسالة اليونس وليحتالي بحال يونس رح عداد منه ما كان شغل يونس رح كين اكتر يونس وواحد في المياه اللي كيكون مزيان محمي اخوتي كتكشف ان يونس عنده اموال طائلة وعنده عداد حسابات في البونك ومع ذلك ما كيصرفش على ولاده يعني انسان سكرام ولا كيفاش كيقولوا لعاخوتي بهذا باخيل باخيل جدا وهذا الشيء رح ماشي في الصالح دياله ويحتف في الصالح دياله ورخيطر وينزل اللي بقى هكرا وخيعة وتزواج وخيعة وديبلد رغي يكون نفس المشكل عنده ونفس الطريق اللي مشات فيه ساميره ستبشي فيه المرة الثانية هذا الشيء لاش الواحد الراجل خستو يكون راجل بمعنى الكلمة ماشي بالفم فقط اخوتي انا هكا نكون وصلت لنهاية الفيديو كانت مني يعجبكم اذا عجبكم خليوا لي لي لايك ما عجبكمش خليوا لي لي لايك ونقول لكم انا الى اللقاء في فيديو جديد واخبر جديدين ان شاء الله ونطلقكم ان شاء الله في احسن الاحوال ونقول لكم اخوتي مع الف سلامة ان شاء الله